طيب ممكن واحد يسأل الآن الأم والأب اللي عندهم أبناء عندهم أبناء مثلا في مراحل جامعية بعضهم متخرج من الجامعة بعضهم في الثنوي بعضهم الكلام أو الحوار اللي حيدور الآن يتعلق بعمر معين بمرحلة معينة هل أنا يجب أنني أعرف الطريقة في الإقناع للأطفال فقط حتى ينشأوا تنشئه أو أنني كذلك أحتاج أن أقنع الكبار كذلك أيضا في مساراتهم في الحياة أو مساراتهم حتى العلمية أنا محسنت تربية سواء للطفل أو حتى الكبير كلكم راعي و كلكم مسؤول عن رائية أي أن كان عمر هذا الإبن و أي أن كان عمر هذه البنت بعض الناس يقول خلاص أنا زوجت انتهى دوري لا أنا و الله وصلت إلى مثل الجامعة انتهى دوري أنا وظفت انتهى دوري لا أنت مسؤول عنه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى أو يتوفاه كأب أو أم لذلك كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته نجد أن بعض الآباء أو الأمهات يهتمون بالأطفال الصغار ثم إذا وصل مرحلة المراهقة أو إذا وصل مرحلة الجامعة تركوه و هذا من الخطأ لكل سن أو لكل عمر أو لكل مرحلة تحتاج إلى مهارة يتعامل معها نجد النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الصغير الذي لا يفقه العبارات و الكلمات و تعامل مع بنته فاطمة و هي متزوجة و أم و مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصغير ما يريد و أعطى الكبيرة ما تريد في تعامله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بدقة لذلك بعض الآباء و الأمهات الآن يسمعوني قد يكون الابن يعني الآن جد و ممكن تكون البنت هي جدة لكن لا يمنع أني أنا قنعه بعض الأمور هل أنا على صح؟ هل أنت على صح؟ نجد الآن نوح عليه السلام و هو يحاول ابنه و ابنه كبير و مع ذلك كله استطاع نوح أن يتكلم و أن يتحدث ما قال الله خلاص كبير تعد مرحلة المراهقة يفهم يعرف طريقه و مع ذلك نبي نوح عليه السلام قال يا ابني أركب معنا و حصل الحوار بينه و بين ابنه فلذلك أيها الآباء لا تقصر المهارة أو الإقناع فالصغير يحتاج إلى مهارة و المراهقة يحتاج إلى مهارة و أيضا الكبير يحتاج إلى مهارة و الجد و الجدة و إن كان آباءهم موجودين يحتاجون إلى مهارة إقناع إن شاء الله